حديثنا الآن مشاهدين عن مجموعة مرتزقة تنشط على مستوى العالم ويصح القول بأنهم برتبة مجرمين خطيرين تقوم مجموعات المقاولين العسكريين الروس أو مباتى يعرف بالفاغنر والتي تعمل من سوريا إلى السودان بتجنيد المجرمين وأولئك الذين يشكون من وضع اقتصادي سيء وليس لديهم ما يخسرونه حيث يتم تسليحهم ووضعهم في مناطق بعيدة الفاغنر هم نوع من المرتزقة المسلحين الخطيرين ولن يكون هناك شخص عاقل يرغب في وجودهم أو عملهم في وطنه ونقلت أسبوعية سيفيرتين سيكريتنا عن مسؤول سابق في الفاغنر قوله أن 40% من هؤلاء أوقفوا من قبل بسبب ارتكابهم جرائما خطيرة بعبارة أخرى على الرغم من تصوير المجموعة على أنها قوات خاصة مدربة جيدا فإنما يقرب من نصف الفاغنر هم مجرد أصحاب سوابق ومجرمون إلى جانب فكرة أن الفاغنر تعمل كجيش مستقل لتنفيذ مهام من مجموعات غير روسية فهي تتسبب في توتر شديد مع المسؤولين على الأرض في سوريا وفي أرويقة السلطة في موسكو في نوفمبر 2018 قدم مدير مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني إيهور هوشكوف قدم أدلة على وجود مجرمين معروفين يعملون في صفوف الفاغنر وقد قام هوشكوف بذكر اسم أليكساندر زيرجيجيفيتش غوزنيتسوف قدمه على أنه هو مولود في عام 1977 والذي أدين بالاختطاف والسرقة وهو يشغل حاليا منصب قائد أول في سرية استطلاع كما ذكر اسم ريتشارد مخامد فالييفيتش بايكين هذا الشخص هو مولود في عام 1981 وتمت إيذانته بتهمة الاختصاب وهو حاليا سائق كشافة في سرية الاستطلاع الثالثة الاسم الثالث الذي تم الكشف عنه وهو أليكساندرو فيتش كالنين هذا شخص مدان بتصنيع وتجارة المخدرات وهو حاليا قائد سرية الاستطلاع الثالثة في الفاغنر